أهلا بكم متابعين القرام إليكم هذا الخبر من جريدة الوطن عن قانون الإيجار القديم إليكم التفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد ثلاث حالات لإخلاء الوحدات المؤجرة يبدو أن قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881 سيشهد انفراجه في الأزمة المستمرة بين المالك والمستاجر خيزها للأيام المقبلة حيث أكدت مصادر أن عدد من النواب السياسيين والأحزاب قاموا بإعداد مسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستاجرين واستجابة لبعض الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي يمتد الأكثر من 70 عاما تعديلات قانون الإيجار القديم وحول تعديلات قانون الإيجار القديم قال المستشار أحمد نبيل المحام بالنقض أن مشكلة الإيجار القديم مزمنة وتم منقشاتها أكثر من مرة في عاروكت مجلس الشعب فعبر أزمنة مختلفة بداية من حكومة الدكتور أحمد نظيف وأضاف نبيل في تصراحات للوطن أنه لابد من التفرقة بين سلاسة أمور في قضية الإيجار القديم أولها الوحدات السكنية للأشخاص الصبعية مكيمة بالفعل في الوحدة وحدات مؤجلة ولكنها مغلقة والحالة الأخيرة هي الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية وهي الحالة التي خضعت للنقاش في الأيام الماضية وأوضح أن هناك العديد من الوحدات موجودة بالأماكن الحيوية ولتزال الكيمة الإيجارية في تلك الوحدات زايدة حيث يدفع المستاجم من 10 و20 و30 جنيه سلاسة شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم وكشفت المصادر للوطن أبرز ملامح تحديلات قانون الإيجار القديم الجريدة تتمسى في الآتي تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10% تستمر على مدار 7 سنوات مع وضع حد أدنى للإجراء 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدة الإدارية تحرير العدد العصلي بعد مرور 50 عاما على بيد العلاقة الإيجارية العصلية للعين الموجرة من تاريخ استجارة الوحدة وتقييد حق توريس العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة وجاءت الثلاث شروط لإخلاء الوحدة في تعزلات قانون الإيجار القديم الجديدة كالتالي إخلاء الوحدة الموجرة حال غلقها لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لغير غرض الصفر مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستاجر أو زوجته أو أولاده القصر استفادة المستاجر من الحصول على مسكة من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة أعزائي مستمعين الكرام إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد